ما تزال أخبار الفساد السياسي وعمليات نهب المال العام تترى في العراق ففي أحدث تقرير لها أكادت وكالة رويترز أن أعمال إعادة البناء في المدن التي دمرتها الحرب في العراق معدومة يأتي هذا في وقت تناقلت فيه وسائل إعلام تصريحات عن مسؤول حكومي في نينوان كشف فيها عن عمليات فساد وصفها بالكبرى في المحافظة من أجل استحواذ على المليارات ضمن مبالغ إعادة الإعمار وقال المصدر أن هناك عملية فساد وسرقة لتلك الأموال والبالغة 180 مليار دينار عراقي والتي سبق وأن خصصت لنينوان منذ قرابة ستة أشهر وتمت المصادق عليها من قبل مجلس المحافظة وفق عدة أبواب مبينا أن الباب الأول هو المصادق على 54 مليار دينار عراقي من قبل المجلس الذي خول فيها محافظ نينوان وفي العاقوب حرية التصرف كمبالغ تشغيلية فيما تبقى منها 126 مليار ووزعت منها 37 مليار كمشروع إغاثة النازحين دون أي فصل أو مادة أو باب وهو صرف مطلق علما أن هذه المشاريع لا تتجاوز كونها كارفانات متسائلا عن مصير 42 مليار دينار ومليارات أخرى ذهبت لمشاريع ترقيعية من جانبه أعلن رئيس مجلس محافظة نينوان سيدو جيتو غموض مصير 180 مليار دينار التي خصصت لإعادة إعمار المحافظة لافتا إلى تشكيل لجنة تحقيقية بهذا الغرض وقال جيتو أن محافظ نينوان أعلن أنه صرف قرابة 54 مليار دينار دون استلام أي مبلغ من قبل الحكومة في بغداد وحول الجهات المسؤولة عن هدر المال العام في نينوان قال جيتو أن من يسأل عنها هو محافظ نينوان أوفي العقوب وصندوق إعمار نينوان ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي ورئيس لجنة إعمار نينوان زاحم الخياط متسائلا عن مصير الأموال القادمة من قروض الدول المانحة ومؤتمر الكويت وموازنة 2018 في نينوان التي ما زالت أحياؤها تعيش فوق الركام لم يكتفي الساس بالتفرج على معاناة أهلها بل زادوا من جرح هذه المدينة بسرقة أقواتها والأموال المخصصة لإعادة الحياة لأحيائها المنكوبة